عبد الرحمن سريعاً لكل طالب أو طالبة من الثانوية العامة بتبتدي خلاص تملى رغبات التنصيق نصائح سريعة وإيه الأخطاء اللي لازم نتفاداها عشان ما يحصلش مشكلة في نتائج هذا التنصيق طيب الأخطاء احنا تكلمنا عنها في الأول الأهم من الأخطاء دلوقتي هي نصيح الولي للأمر وللطالب نصيح الولي للأمر وللطالب أنا عايز أقول لحضراتك أن دلوقتي هما الطلاب بدأوا أصلاً يبصوا على سؤال عمل أكتر صحيح الطلاب أحياناً بتبقى لهم تطلعات ووضوح رؤية وفقاً للي هما بيتابعوه على الإنترنت أكتر من أولياء الأمور صحيح أحياناً ضغوط أولياء الأمور بتجبر الطلاب أنهم يكتبوا رغبات وبتسيطة وجههم كمان يعني لأن يمكن الولاد بتبقى عينهم على سوق العمل أكتر الأهالي متعودة على الشكل التقليدي وبالتالي نحن بنوع في مشكلة كبيرة جداً أن أحياناً أحياناً أهالي الطلاب وأولياء الأمور بيستخسروا مجموع كبير فيقول لك أنا مجموع كبير ليه ما أكتبش الطب ليه ما أكتبش الهندسة في حين أنه هو يقدر يمشي مش ممتلك مقاومات الدخول في هذه الكليات وبالتالي إحنا بنشوف زي ما إحنا بنشوف كده نسبة رسوب عالية في الفرق الأولى من كليات الطب والصيدلة والهندسة بسبب أن الطالب فكرة استخسر مجموعه دون أن يكون مؤهلاً بشكل كامل للتحق بهذه الكليات التحق بالكلية التي تتنسب مع قدراتك ومؤهلاتك قبل ما تكتب رغباتك ادخل على الكلية على فكرة كل كلية لها موقع إلكتروني موضوع أسهل تقدر تدخل وتتعرف على طبيعة الدراسة نظامها تشوف قدرتك هتقدر تمشي فيها أو لا وعينك تكون على المستقبل وعلى سوق العمل